اهلا بيكم خلال الساعات اللي فاتت ظهر في شواطئ مرسى علم في البحر الاحمر بمصر القرش الحوتي المعروف باسم بهلول وده اثار عدد من التساؤلات عن القرش ده وايه اهم المعلومات عنه يعني هو من القرش ولا من الحيتان القرش الحوت والشارك هو اكبر انواع اسماك القرش وهو اكبر الاسماك على الاطلاق طوله ممكن يعدي 20 متر يعني ارتفاع مبنى مكوم من 7 طوابق كمان وزنه ممكن يوصل ل20 تن عشان كده اتسمى بالقرش الحوت لضخمته وبالرغم من حجمه الضخم ده واللي ممكن يحسسك انه وحش متحرك الا ان الحسن حظنا وحظ المخلوقات البحرية التانية انه مش مفترس اطلاقا اي نعم عنده الاف الاسنان الصغيرة حوالي 3000 سن طوله اقل من بوصة الا انهم ما بيعضوش ولا بيمضغوا بيتغزوا على العوالق البحرية زي الجنبري والتحالب ونادرا ما بياكلوا اسماك كبيرة شوية زي التونة والمكريل والحبار سمك الارش الحوت بياكلوا بطريقة الشفط والترشيح وهي الطريقة اللي بيستخدمها بس 3 انواع من اسماك الارش في العالم كله وهم ارش الميجا ماوس والارش المتشمس والارش الحوت تخيل سمكة بالحجم الضخم ده ممكن تاكل قد ايه في اليوم مش اقل من 20 كيلو سمك مثلا في اليوم الواحد عشان كده بتفضل فتحة بقها الضخم ده حوالي 28 مرة في الدقيقة عشان تشفط اي حاجة تيجو قدامها سواء عوالق او سمك صغير ومجرد ما العوالق دي بتدخل بقها بتتحبس في الاسنان الصغيرة اللي قولنا عليها اللي بتبقى زي منخل وتصف المية برا عن طريق الخياشيم سمكة القرش الحوت بتقدر تصفي حوالي 500 لتر مية في المرة الوحدة سمكة القرش الحوت شكلها جذاب ولونها ازرق مزايم بنقاط بيضاء منتظمة النقط البيضة اللي بتميزها دي بتبقى زي بصمات الاصابع عند البشر يعني كل سمكة لها انماط مختلفة عن غيرها والنقط دي بتبقى وسيلة للتخفي تحت المية لان لونهم الازرق ده بيختلط مع لون المية فبتباني النقط دي كأنها شكل صخور القاعة تحت المية اما بطن السمكة بيبقى لونها ابيض فاي حد هيبص عليها من تحت مش هيشوفها كويس بسبب ضوء السطح سمكة القرش الحوت عندها كمان حاسة شم قوية جدا بتقدر تحدد مكان الاكل بدل البصر وعيونها صغيرة كمان على زوايا رأسها مزاي باي اسماك القرش التانية عيونها بتبقى في مقدمة الرأس فما بتشوفش كويس ولان عيونها في الجنب هتكون معرضة للأسف للإصابة او ممكن تتخيبط طول الوقت الا ان سبحان الله عيونها نادرا ما بتتصاب وده حير العلماء لفترة كبيرة جدا لحد ما اكتشفوا انها بتدخل عينيها الجوة لما بتحس بالخطر والغريب كمان ان لما شرحوا عينيها لقوا ان ما عندهاش غطى العين التالت الموجودة عند باقي اسماك القرش التانية واللي بيحمي مكلة العين بدل الجفون لكن لقوا بقى حاجة تانية مكانها لقوا طبقة من الجلد متغطية باسنان صغيرة جدا معروفة بالاسنان الجلدية اتسمت بكده لان تكوينها بيشبه تقريبا تكوين الاسنان هي عبارة عن هيكل صغيرة على شكل حرف V مكونة من العاج ومتغطية بطبقة من المينة والاسنان الجلدية دي بتغطي اجسام كل انواع اسماك القرش بتساعد على انسياب المية على جسمهم وبتسهل حرقتهم في المية وكمان بتدي صلابة وكوة للجلد للحماية من الصدمات والاصابات العلماء بقى لهم سنين بيحاولوا يعملوا بيدا الغطس مستوحى من الاسنان دي لطبعتها المدهشة جدا في الحماية عشان كده ربنا سبحانه وتعالى غطى بيها عيون سمكة قرش الحوت الصغيرة عشان تبقى سمكة القرش الوحيدة اللي عندها اسنان جلدية على عيونها لانها اكتر سمكة معرضة للاصابة سبحان الله في خلقه سمكة القرش الحوت بتعتبر من الأسماك الأكتر انتشارا في البحر الأحمر وبتتواجد كمان على مدار العام بتفضل العيش في المياه العميقة وما بيظهرش في المياه الضحلة أو كرب الشاطئ إلا بحسا عن الطعام القرش الحوت بيعيش في كل المحيطات والبحار الاستوائية والمعتدلة بيحب المياه الدافئة لدرجة حرارتها أعلى من 21 درجة وعلى الرغم من بطء حركتهم وسرعتهم اللي ما بتعديش 4 كيلو متر في الساعة إلا إنهم بيقدروا يسفروا المسافات طويلة جدا بتوصل لألف كيلو متر وده بياخد منهم سنين في السفر بسبب حركتهم البطيقة جدا ومع بداية كل ربيع بيهاجروا للساحل الغربي لأستراليا وبتشاف هناك أعداد كبيرة جدا من قرش الحوت بيقدروا يغتصوا لعمق بيوصل لألف وتسعمائة متر تحت سطح البحر لكنهم برضو بيطلعوا للسطح ويعوموا جنب المراكب وهم كائنات ودودة ما بيسببوش أي أزل البشر دايما تلاقي إرش الحوت بيعوموا بيكون حوالي أسماك صغيرة كده بتتحمى فيه لأن جسمه ضخم بتوصل أعمار الإرش الحوت من 70 لحد 100 سنة وفترة النطج الجنسي عنده بتبقى عند 30 سنة والعلماء والباحثين في حيرة لفترة تزاوج الإرش الحوت لأنهم بيختفوا في الفترة دي أثناء الحمل وحتى في أماكن غير معروفة والمرة الوحيدة اللي تم رصدها كانت سنة 1995 في سواحل طايوان لقوا فيها أنسة إرش حوت حامل والغريب كمان أن تم رصد أن عملية إنتاج البيض والفأس بتكون داخل رحم الأم وخروج الأطفال بتكون لحظة الولادة بس وطول السمكة الوحدة بيكون ما بين 55 ل 65 سنطي وعددهم أكتر من 300 سمكة لكن 10% منهم بس اللي بينجوا لأن الأم للأسف بتسيبهم بعد الولادة على طول ولأن حجمهم بيكون صغير فبيكونوا عرضة للأكل من أنواع السمك التانية القرش الحوتي يصنف من القروش المهددة بالانكراد للأسف والمدرجة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وده لأن في دول بتصطادوا بكميات كبيرة جدا في شرق أسيا بسبب كمته الاقتصادية بيأخدوا منه زيت كبد القرش والزعانف بتاعته عشان كده أعددهم في تناقص مستمر ومهدد جدا بالانكراد فالاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة سن قوانين لتجريم صيده والاتجار فيه بكده نكون قلنا كل المعلومات عن القرش الحود أتمنى تكون عجبتكم حلقة النهاردة واكتبولي رأيكم أكيد في التعليقات واستنوني في فيديو جديد ودومتم في أمان الله مع السلامة